إذا تلاحظ بأن الباس ليس كبير، إنه ركتانجل فعندي هذي 5 و هذا هو 4 فعشان أضطاع السلانت هايت لن أسمع هذا مثل L1 سأسمي هذا L1 فإذا تلاحظ أن هذا السايد طوله 2 وهذا 12 فتصبح L1 بالبيتごرين Therese هناك مشكلة بسقارذة الفيارس سايد listened to 2 يعني أنه سقارذ رواض بسقار Ruth انا هاي square root of 148 كل اشي square root of 148 he basically 148 اذا بتشوفها it is 37 times 4 ايش يعني فشو عندك عيفة بصير 2 square root of 137 سنتيمتر اقوم بعمل الكالكيليشن استخدم الكالكيليتر اعلم انه لا يوجد الكالكيليتر بس استخدم الكالكيليتر فور ساكيليتر هاي قالتو طبعا النمبر بيكونوا احف من هيك نما يكونوا مش كالكيليتر square root تاني واحد شوف كيف تاني واحد تاني واحد نستخدم اللون التاني هال ازا بتلاحظ هاي تاني واحد هاي 2.5 وهذا 12 فبتصير ايش 12.12 squared plus 2.5 squared if you do this 12 squared 144 plus 2.5 squared فبتل على الجواب square root of 601 over over 2 centimeters 20 ok go ahead جزي The Calculator فالarea تبعت الفيس التبع الون اللي هو الفيس لقبالك يعني هذا زي مثلنا مثلا باللون زي الأصفر زي هذا الفيس لقبالك والفيس الوراء والقبال الوراء الارية تبعتهم بتكون الارية تبعت 1 face times 2 يعني 2 times brackets ايش الارية تبعت هذا الريكتانجل الريكتانجل half times base times height so half times البيس هو 5 الهيط تبع حاد اللي هو 2 root 37 simple calculations هيتو ما هيتو روحات فبس 2 times 5 يعني 10 root 37 سانتيمتر سكوارد بالنسبة للارية تبعت الزهري هذا لو نخلنا عمل مثلا من الارية اللي هو الارية بتصير برضو بتصير 2 equals 2 بالارية of one of the faces بطلع عندي 2 التينين صح فبصير half البيس قديش البيس is 4 تعمل قديش الهيط طلعنا تبع حاد اللي هو طلعنا هاي هو L2 هذا L2 601 601 over 2 فحاد 2 ما حاد 2 ما حاد 4 ما حاد 4 بطلع عندي 2 ما حاد 5 اللي هي 20 سانتيمتر سكوارد حسنا هلا تجد الارية نحن نكتبه هون بنجمع الثلاثة مع بعض يعني نحن نكتبه هون هاي لـ 20 plus تاني آرية هاي ها 10 root 37 plus تحتي ها نكتب تاني آرية 2 root 600 and 1 هاي الارية هاي هلا إذا حاو تدخلهم على الكالكليتر أو دخلهم على الكالكليتر هدوغر خلنطلع الكالكليتر هون بس نمسح هاد نمسح هاد نخفف شوية عشان الكالكليتر نحط هون تكون قادر تشوف that's good enough bring up the calculator okay 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 now enter these values octubre 20 plus 10 root 37 plus 2 root 601 click equals 129.858 so راعدت up to three significant figures بطلع بطلع الجواب on 130 فبطلع هون area equals 130 centimeters squared لنحكي منحكي عن الأرية if you want to compare this with the mark scheme طلع المار scheme نحن نقوم بالكالكليتر نحن نقوم بالكالكليتر نسلم the calculator now bring up the mark scheme this is the mark scheme طلع هون 130 زي ما انت شايف 130 centimeters squared great now let's find the volume الوليوم of a pyramid طبعا تروح انت هون على الformulas height height volume تروح انت بطلع مكتوب on pyramid height volume 1 over 3 area of the base times height close it and go so let's do it v equals 1 over 3 area of the base 4 times 5 times height additional height 12 over 3 1 over 3 4 4 times 5 20 times 4 80 centimeters cubed here here we see volume here here pyramid now go back to the mar scheme take a look at the mar scheme here the mar scheme cv equals 80 centimeters cubed here rules I have rules here I have rules so that you know you can see calculations okay okay we're done this question if you have any comment on the question anything you want to say please go ahead and write it in the comment section under the video okay also rate your understanding additional understanding out of 7 يعني 7 out of 7 had a question in particular 6 out of 7 5 out of 7 had a question okay